قناة الرشدة ترحب بكم بموضوع ان الجنين يطلع جميل طيب بدء دي بدء كده طالما صلينا على النبي صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم خلينا نقول ان في حديث عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن المرأة الحامل لو اكلت البطيخ ان المولود هيطلع جميل طيب بحثنا عن هذا الحديث وعن صحته فعلماء الحديث اثبتوا ان جميع الاحاديث الواردة عن فضل تناول البطيخ المنسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي احاديث مكذوبة طيب يعني مش هنقول بقى ان البطيخ بيخلي الجنين او المولود يطلع حلو امور طيب خلينا نقول حاجة تانية احسن من كده ايه هو من قياس الجمال وجنان عليه نكمل الحلقة ولا ما نكملش لو من قياس الجمال عندكم انتوا لو اكلتوا البطيخ هتخلوا مثلا الطفل ينزل شعره اصفر وعينه خضرة رغم ان مفيش حد في العيلة كده ايه بقى كلام ده مش حقيقي ومش هنقدر نقول حاجة يعني زي الكلام ده ولكن لو من قياس الجمال ان الجنين ينزل بصحة كويسة وما عندوش اي مشاكل صحية ما عندوش اي مشاكل على الجلد وهنعرف دلوقتي ازاي ما عندوش بطش ما عندوش حاجات يعني تخلي اللي يشوفه ايه يشمائز مثلا من شكل الوجه بتاعه يبقى البطيخ هنا فعلا هيحسن من هذا المولود بغض النظر بقى عن هو شكله مثلا اصمراني ابيضاني شعره اصفر شعره اسود انما طالما مولود بصحة جيدة جيدة فده في حد ذاته هو الجمال الحقيقي ان الانسان يكون بصحة جيدة طيب خلينا اقولكم مثلا البطيخ دراسة عملت على بعض الحوامل اللي تناولوا البطيخ او خلينا اقول بحاجة ادق من كده اللي تناولوا ثمرات او فواكه او خضروات بتحتوي على البيتا كاروتين البيتا كاروتين دي بتعمل هيبقى البيتا كاروتين الحوامل اللي تغزوا على مثل هذه الاشياء اللي البطيخ واحدة منهم كان الاطفال اللي تولدوا منهم هم اقل عرضة الى امراض الحساسية والاجزيمة ان انت تلاقي في الطفل يعني اجزيمة على جلده حساسية في جلده حساسية بوجه عام طيب لو احنا يعني حمينا الطفل انه يتولد بحاجة زي كده او يعاني من حاجة زي كده لما نتغزى على الحاجة زي البيتا كاروتين اللي موجودة في البطيخ يبقى احنا ساعدنا فعلا ان هذا الطفل يبقى جميل وجلده رايق بشرته رايقة وحلوة طيب لما نقول ان الطفل ده يكون يعني زكي ففي الزكاء جمالي يقولك انا يعني جمال الرجل مثلا في زكاءه جمال المرأة في زكاءها مش في شكلها فخلينا نقول برضو ان في البطيخ حاجة اسمها الليكوبين الليكوبين دي بتعمل ايه؟ الليكوبين دي بتقلل تخل في النموه عند الجنين بتقلل من تخل في النموه عند الجنين الجنين يطلع نموه كويس كل حاجة فيه تمام بسبب ان الليكوبين ده كان متواجد في البطيخ الليكوبين ده كمان بيحمي من تسمم الحمل الليكوبين ده بيعمل على تنظيم الدورة الدموية وطالما قلنا تنظيم الدورة الدموية اذا دم بيوصل ليه الجنين بشكل كويس اذا تغزيها بتوصله بشكل كويس إذن كل حاجة هو محتاجة بيلاقيها طالما في دورة دموية ممتازة دايما الخوف على الجنين اللي الأمة عندها مشاكل في الدورة الدموية ردفعت مثلا في ضغط الدم مشاكل في فقر الدم كل ده بيأثر على الجنين إنما لما بنلاقي إن الليكوبين اللي موجود في البطيخ ده بيعمل تنظيم للدورة الدموية فإذن هو بيحسن هذا الأمر فالجنين بيطلع كويس في البطيخ مثلا في حمض الفوليك الحمض الفوليك ده بيحمي من تشوهات الأنبوب العصبي عند الجنين عايز أقول لكم كمان إن في البطيخ في البوتاسيوم والبوتاسيوم لما يبقى موجود في حاجة بيخفض لضغط الدم نوعا ما ولذلك إحنا لا نوصل دايما بالإكثار من أي حاجة فيها بوتاسيوم إحنا ناكل بالمعقول ولكن خلينا نقول إن البوتاسيوم كمان بيحسن من الدورة الدموية وبيقلل من الارتفاعات ضغط الدم وبيتبقى لي زي ما قلنا إن هو بيحمي من التسامم الحمل كمان في عندي فيتامين A وفيتامين C الحاجات دي كلها بترفع مناعة الحامل وبالتالي بتحمي جنينها من الإصابة بأي حاجة ممكن تصل إليها عن طريق الأم لما تترفع مناعة لو نقلنا لو انتقلنا للأم هنلاقي إن الأم مثلا بتعاني في فترات حملها من تشنوجات عضلية طيب حاجة من ضمن حاجات اللي بتخفف التشنوجات العضلية هي الماغنيسيوم وده اللي موجود في البطيخ طيب فيه إشكالية هنا تملي بتحصل لما بنتكلم عن تناول البطيخ هو الإسهال ليه لما بتاكلوا البطيخ ممكن يحصدوكم إسهال لأن الماغنيسيوم موجود فيه طيب الماغنيسيوم ده لو زاد حده شوية فبيتحول الأمر إلى حدوث إسهال فلذلك هي شريحة بطيخ معتادلة تكفي أضف إلى ذلك أن البطيخ بيشتغل على تقليل الحموضة عند الأم الحامل أضف إلى ذلك أن البطيخ بيعتبر مصدر من مصادر الطاقة الجيدة بالنسبة للحمل فبالتالي هو شيء كويس جدا للحوامل فيه 90% منه مية ودي بتعمل على ترطيب الجسم وبتحسن برضو دورة دموية وكمان بتحسن من موضوع حماية الأم من الجفاف الجفاف ده ممكن يؤدي بيك إلى تقلصات رحمية متزايدة إلى مشاكل في الانقبضات متزايدة زي التحجير اللي بتحصل فبالتالي ممكن تعرضك لولادة مبكرة طبعا ده بوجهة عام يعني البطيخ مش هو الواحد اللي هيعمل كده لكن احنا بنتكلم عن أنه طالما فيه مية فالمية دي بتعمل على ترتيب الجسم وطبعا بننصحكم على طول من أنتوا تشربوا مية طيب بس فيه نقطة مهمة جدا حابين نقولها بالنسبة كمان للبطيخ لأن فيه تحذير بس من تناول البطيخ الغير معلوم مصدره الجيد يعني فيه بعض البطيخ موجود فيه الأسواق للأسف للأسف هو غير جيد جدا غير جيد بالمرة لنضرة المية في الزراعة قد يحدث أن بعض ضعاف النفوس من المزارعين للأسف أنه بيروي البطيخ وزراعة البطيخ بمياه المصارف طيب ده هيبقى شيء بالمرة غير صحي فده ممكن تلاقي نفسك كلتي البطيخ جات لك أعراض زي أعراض كورونا ليه لأن انت جات لك نزلة شديدة جدا نزلة معوية شديدة من إصابتك بأحد أنواع الميكروبات والبكتيريا اللي موجودة في البطيخ طيب أعرفها إزاي أولا حاولوا أنتوا بتشتروا البطيخ ما تشتروش بطيخ رخيصة ثمن ومن مصدر كويس ولما بتيجي تفتحوها ما تبقاش من جوة دبلانة ولما بتيجي تفتحوها شموا راحتها لو لقيتوا راحتها فيها ريحة زي ما يكون فيه ريحة زفارة عفوا ريحة الزفارة دي توحيلك أنها المياة اللي تراود بيها مش مياة كويسة هاخد يبالك منها غير كده البطيخ يؤكل بعتدال عشان هو بيحسن كمان من أداة الجهاز الهضمي وبيحارب الإمساك ولكن الديني منه الزيادة هيقلب لك الدنيا وهيبوز لك يعني حركة الأمعاء وهيديك بقى في إسهال زي ما قولنا لأن فيه ماغنسيوم كتير فهي شريحة بطيخ شريحة نوتة وسطة تكفي إنما أننا ننزل على البطيخة وكلها هتتكباتة كده لوحدنا ده طبعا أنت كده كل الفوائد اللي أنت حابة تاخديها منها هتلاقيها يعني تقريبا مش 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 متواجدة يعني هتاخدي منها ولكن هتاخدي أضرار أكتر من الفوائد نتيجة الإفراط في تناول البطيخة وبشوفكم على خير إن شاء الله وإلى اللقاء سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر